السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح اختبار مستجدات نظام التربية والتكوين الخاص بالتعليم الابتدائي دورة نوانبير 2019 حيث سنصحح هذا الامتحان وسنقوم بشرح أجوبة هذا الامتحان الذي سنقدمه على أجزاء حتى نعطيه لكل سؤال من أسئلة هذا الامتحان ما يستحق من التوضيح ومن الشرح إذن أمامنا نص الانطلاق الذي تم الانطلاق منه في طرح أسئلة أو بعض أسئلة هذا الامتحان هو نص يتحدث عن مواصفات المتعلم بالمدرسة الابتدائية واستقبال المدرسة لجميع الأطفال بدون استثناء سواء أكانوا قد استفادوا من التعليم الأولي أم لا كذلك النص يتحدث عن مواصفات المتعلم بالمدرسة الابتدائية وأهم ما تقدمه له هذه المدرسة خلال السنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي وكذلك ما يأتي في باقي السنوات أي في السنة الثالثة والرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي إذن عموما فهذا النص يتناول المتعلم والمتعلم بالمدرسة الابتدائية وأهم ما تسعى المدرسة لتنشئة المتعلم عليه خلال السنوات الست التي يقضيها بالمدرسة الابتدائية وهذا النص فهو مقتطف من وثقة مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي التي أصدرتها مديرية المناهج خلال ماي 2019 إذن قلنا هذا هو نص الانطلاق النص الذي تم الانطلاق منه في بناء بعض أسئلة هذا الامتحان وتحدثنا عن موضوع هذا النص وعن أهم ما يتحدث عنه نمر الآن إلى أول سؤال طرح في هذا الامتحان السؤال يقول يتناول النص مواصفات المنهاج الدراسي بالسلك الابتدائي باء مرجعيات السلك الابتدائي جيم المتعلم بالسلك الابتدائي ودال المدرسة الابتدائية الجديدة إذن قراءتنا للنص وتحديدنا لأهم ما جاء في هذا النص تجعلنا نستنتج على أن النص يتحدث عن مواصفات المتعلم بالسلك الابتدائي أي الجواب الصحيح هو الجواب رقم جيم إذن مواصفات المتعلم بالسلك الابتدائي نمر الآن إلى السؤال الثاني السؤال يقول يحدد النص أهداف ألف التعليم الأولي باء السنتين الأولى والثانية من التعليم الأولى الأساسي جيم السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي ودال سنوات السلك جميعها إذن انطلاقا من قراءتنا للنص نستنتج على أن النص تحدث عن التعليم الأولي وعن السنتين الأولى والثانية وتحدث كذلك عن ما يقدم للمتعلم خلال السنوات الأربع الموالية ومنه فالنص يحدد أهداف سنوات السلك جميعها أي السؤال رقم دال هو أو الاختيار رقم دال هو الجواب الصحيح السؤال رقم ثلاثة تحدد الفقرة الثانية من النص ألف غاية المدرسة الابتدائية باء الأهداف النوعية لتعلمات المدرسة الابتدائية جيم مواصفات المتعلمين بالمدرسة الابتدائية ودال الأهداف الإجرائية لتعلمات المدرسة الابتدائية إذن عودتنا إلى الفقرة الثانية من النص سنجد على أن النص يتحدث عن مواصفات المتعلمين بالمدرسة الابتدائية أي الاختيار رقم جيم السؤال الرابع السؤال يقول تعالج الفقرة الثالثة من النص مواصفات ألف المتعلم والمتعلم في المدرسة الابتدائية باء المدرسة الابتدائية الجديدة جيم المواد الدراسية دال محتويات التعلم إذن هذا النص الفقرة الثانية والثالثة منه كلاهما تحدثتا عن مواصفات المتعلم والمتعلم في المدرسة الابتدائية إذن الجواب الصحيح هو الاختيار رقم أليف الآن نمر إلى السؤال الخامس السؤال يقول المقصود باختلاف مؤهلات الوافدين على التعليم الابتداء حسب النص هو اختلاف على مستوى أليف أوضاعهم الاجتماعية بأ أوضاعهم الثقافية جيم جنسهم ذكور إناث ودال درجة استعدادهم للتعلم إذن حسب النص يقول أن المتعلمين في المستوى الأول والثاني يجب تعزيز وترصيخ ما قدم لهم في التعليم الأولي لأن هناك فروق فرضية وهناك من لم يتمكن أصلا من التعليم الأولي وهناك وحتى التعليم الأولي هناك من درسه بمؤسسات خاصة هناك من درسه بالكتاتيب القرآنية هناك من درسه بالمسيد إذن من هنا نستنتج على أن الاختلاف يتجلى على مستوى درجة استعدادهم للتعلم فهناك من سيكون استعداده جيد هناك من استعداده متوسط وهناك من استعداده ضعيف أو أقل من المتوسط إذن الجواب الصحيح هو الاختيار رقم دال درجة استعدادهم للتعلم هو الجواب الصحيح ثم السؤال السادس يندرج النص ضمن مجال السياسة التعليمية نظريات باء نظريات التعلم جيم علم النفس التربوي ودال فلسفة التربية إذن وثقة مستجدات المنهج الدراسي المنقح فهي تدخل ضمن السياسات التعليمية التي تسعى الدولة إلى إيجادها وتحقيقها في المدرسة المغربية وبالتالي فالنص يندرج ضمن مجال السياسة التعليمية إذن الجواب الصحيح هو الاختيار رقم أليف نمر الآن إلى السؤال رقم سبعة السؤال يقول عدد سنوات التعليم الأولي حسب القانون الإطار هو ألف سنة واحدة باء سنتان جيم ثلاث سنوات دال أربع سنوات إذن منطقيا فالطفل لن يقضي أربع سنوات في التعليم الأولي مدام أنه مطالب بالدخول إلى السنة الأولى ابتداء عن سن تقارب حوالي ست سنوات وكذلك لن يقضي ثلاث سنوات بالتعليم الأولي والصحيح وما ورد في القانون الإطار هو الاختيار رقم باء أي عدد سنوات التعليم الأولي هو سنتان هو سنتان نعم السؤال الثامن يقول وثيقة مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي تهم ألف سنوات سلك التعليم الابتدائي جميعها السنة الأولى والثانية من التعليم الابتدائي جيم السنوات الثلاث من التعليم الابتدائي ودال السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي إذن الوثيقة أو وثيقة مستجدات المنهاج الدراسي التي صدرت حتى الآن فهي تهم السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي على أن يتم في المرحلة المقبلة إصدار وثيقة أخرى تهم إصلاحات أخرى ومستجددتهم السنتين الخامسة والسادسة إذن الاختيار الصحيح هو الجواب رقم دال السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي السؤال التاسع يقول ضمن المعدل العام لامتحان شهادة الدروس الابتدائية يحتسب مكون لامتحان الإقليم الموحد بنسبة 5.25% باء 30% جيم 50% ودال 75% إذن الامتحان الإقليم الموحد الذي يجرى في نهاية السنة الدراسية خلال شهر يونيو يحتسب بنسبة 25% وكذلك الامتحان الموحد الذي يكون على صعيد المؤسسة والذي يجرى خلال شهر يناير نسبته كذلك 25% وتبقى 50% الأخرى فهي خاصة بمعدل المراقبة المستمرة للدورة الأولى 25% للدورة الأولى و25% الأخرى للدورة الثانية إذن السؤال العاشر يقول القانون الداخلي للمؤسسة ينظم المصارات المهنية للفاعلين التربويين بالمؤسسة باء المصارات الدراسية للتلاميذ والتلميذات في المؤسسة جيم العلاقات مع شركاء المؤسسة ودال علاقات الفاعلين داخل المؤسسة إذن القانون الداخلي هو قانون يناقشه مجلس التدبير ويصادق عليه ويحدد أوقات الدخول والخروج في المؤسسة كل ما يتعلق بالنظام داخل المؤسسة وهو الهدف منه هو تنظيم علاقات جميع الفاعلين داخل المؤسسة رئيس المؤسسة الذي هو مدير المؤسسة الأساتدة الأطور التقنية والأعوان التلاميذ جمعيات الآباء إلى غير ذلك إذن القانون الداخلي ينظم علاقات الفاعلين داخل المؤسسة ثم سؤال 11 من مهام مدير المؤسسة التعليمية ألف تدبير التعلمات ب تتبع مصار المتعلمات والمتعلمين من جيم الافتحاص التربوي للمؤسسة دال اتخاذ قرارات قرارات بخصوص مصارات المتعلمين إذن مدير المؤسسة الهدف من وجوده هو الصهر على تتبع مصارات المتعلمين والمتعلمات ومعالجة كل ما يهمهم من جانبه إذن ويمكن القول أيضا الافتحاص التربوي أو الحرص على السير العادي للمؤسسة التعليمية إذن في هذا السؤال الجواب الصحيح هو باء تتبع مصار المتعلمات والمتعلمين ثم السؤال الثاني عشر المنهج الدراسي المنقح شمل لحد الآن ألف مستوى دراسيا واحدا مستويين ثلاث مستويات أربع مستويات إذن الجواب الصحيح هو دال لحد الآن فالمنهج الدراسي المنقح شمل السنوات الأربع الأولى الأول والثاني والثالث والرابع السؤال الثالث عشر السؤال يقول النظرية التي اعتبرت الإدراك الفاعلية الأساسية في التعلم هي ألف السلوكية باء المعرفية جيم البنائية دال الجشطالتية إذن النظرية التي اعتبرت الفاعلية الأساسية في التعلم هي النظرية الجشطالتية أي الاختيار رقم دال بحيث الإدراك حسب هيلوهيز والذي هو أحد رواد النظرية الجشطالتية يقول على أن الإدراك هو الانتقال مما هو محسوس إلى استنتاج واعي معتمدا في ذلك على العمليات الدهنية أي الإدراك حسب هيلوهيز فهو الانتقال مما هو محسوس إلى استنتاج معرفة واعية اعتمادا على عمليات يقوم بها ذهنيا يعمل ويستخدم فيها ذهنه إذن الاختيار الصحيح أنه هو دال النظرية الجشطالتية ثم السؤال الرابع عشر يستهدف التقويم التكوين يعني قياس مستوى التحصيل الدراسي ألف قبل بداية التعلم باء في أثناء التعلم جيم في نهاية التعلم دال في بداية التعلم ونهايته إذن التقويم التكويني الذي نسميه أيضا بالتقويم المرحلي فهو يجرى في أثناء التعلم بمعنى التقويم التكويني هو الذي نجريه في نهاية حصة دراسية أو في نهاية درس من حصتين أو ثلاث حصص أو في نهاية وحدة مكونة من عدة دروس والهدف من التقويم التكويني هو قياس مدى تمكن المتعلمين والمتعلمات من أهداف الحصة أو أهداف الدرس أو أهداف الوحدة إذن التقويم التكويني يجرى في أثناء التعلم إذن سنتمي متصحيح باقي أسئلة هذا الامتحان في الفيديو المقبل إن شاء الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله